متابعين الكرام في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم وضولة خدمية جديدة تأتيكم من مانكير وأحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والسلعة اليوم السبت 25 مارس 2023 والبداية بالعناوم استقرار أسعار الدولار ببداية تعاملات السبت استقرار في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في مستهل التعاملات قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2060 جنيه ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق السبت تراجع في أسعار الدواجن والبيض واستقرار اللحوم في بداية التعاملات استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل بانكير نضو البنوك سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت استقرارهم ملفوظا بحسب آخر تحديثات شاشة عرض أسعار العملات في البنوك المصرية وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30 جنيه و85 إرش للشراء و30 جنيه و95 إرش للبيع واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30 جنيه و75 إرش للشراء و30 جنيه و85 إرش للبيع ومسجلا نفس الأسعار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30 جنيه و85 إرش للشراء و30 جنيه و95 إرش للبيع سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم استقرارا بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري واسجل اليورو في البنك المركزي المصري 33 جنيه و 52 أرش للشراء و 33 جنيه و 65 أرش للبيع بينما سجل الجنيه الاسترليني نحو 37 جنيه و 89 أرش للشراء و 38 جنيه و 4 أرش للبيع واستقر الريال السعودي في المركز المصري عند 8 جنيه و 20 أرش للشراء و 8 جنيه و 24 أرش للبيع فيما سجلت دينار الكويتي نحو 100 جنيه و 68 إرش للشراء و 100 جنيه و 1 للبيع وأخيرا برغت درهم الإماراتي 8 جنيه و 39 إرش للشراء و 8 جنيه و 43 إرش للبيع بحسب شاشات المركز المصري سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم ارتفاعا كبيرا بحسب آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار الذهب في مصر وسجلت ذهب عيار 21 ألفين و 60 جنيه وسجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 2354 جنيه فيما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2158 جنيه وبلغ سعر الذهب عيار 18 ألف سبعمية خمسة و 60 جنيه وحق سعر الذهب عيار 14 ألف تلتمية تلاتة و 70 جنيه وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب وزن ثمانية جرامات عيار 21 ل 16 ألف أربعمية و 80 جنيه استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم عند معدلاتها المرتفعة وسط حالة من الارتباك الأسواق نتيجة الزيادات الأخيرة لتتروح الأسعار بين 37 إلى 38 ألف جنيه لطن تسليم مصنع يصل للمستهلك بحوالي 40 ألف جنيه وسجل سعر حديد عزليوم 38 ألف جنيه تسليم مصنع وبلغ سعر حديد المصريين 37 ألف و 500 جنيه واستقر سعر حديد بشايا عند 37 ألف و 700 جنيه لطن فيما سجل سعر حديد العطال 37 ألف جنيه وبلغ سعر حديد عطية 37 ألف جنيه وسجل حديد سرحي 36 ألف جنيه وبلغ حديد المراجبي 36 ألف جنيه للطن وفي سوق الأسمنت تسجل أسمنت المسلح 1950 جنيه للطن فيما بلغ أسمنت النصر 1920 جنيه ووصل أسمنت الممتاز لـ 1960 جنيه للطن واستقر سعر أسمنت التعمير عند 1900 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت المينيا 1920 جنيه وأخيرا استقرت أسمنت المصريين عند 1770 جنيه للطن ببداية التعاملات تراجعت أسعر الدواجن في مستهل التعاملات اليوم وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات لتسجل 69 جنيه بالمزرعة وتبعى للمواطنين في المحال بدءا من 70 جنيه للكيلو وحتى 75 جنيه فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسميل للمستهلك من 71 جنيه وحتى 77 جنيه وسجلت الفراخ البلدي من 113 إلى 120 جنيه للكيلو وسجل كيلو البني من 153 إلى 170 جنيه للكيلو كما استقرت أسعار البيض اليوم السبت وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر من 97 لـ 100 جنيه المزرعة ومن 102 لـ 110 جنيه للمستهلك على حسب المنطقة وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 90 جنيه في المزرعة ومن 92 لـ 100 جنيه للمستهلك على حسب المنطقة فيما وصل سعر كرتونة البيض البلدي 108 جنيه في المزرعة وتبعى للمواطنين من 112 إلى 120 جنيه شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت استقراراً كبيراً في الأسواق المحلية وتروح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 130 إلى 140 جنيه بينما تتروح سعر اللحوم التشادية من 140 إلى 160 جنيه للكيلو وتروح سعر كيلو اللحوم الكندوز من 250 إلى 320 جنيه وسجل سعر كيلو اللحوم الضئم من 240 إلى 280 جنيه للكيلو فيما وصل سعر كيلو اللحوم الجملي من 210 إلى 250 جنيه وتروح سعر كيلو الكبذ البلدي من 250 إلى 300 جنيه وسجل سعر كيلو اللحوم المفروم العادي من 250 إلى 300 جنيه تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في أسواق الجملة بالعبور وتروحت أسعار الطماطم من 5 إلى 6 جنيه والبطاطس من 4 إلى 5 جنيه ونص وسجل البصل بين 9 إلى 15 جنيه وبلغ سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 5 جنيه ونص فيما تروحت أسعار الفاصولية من 18 إلى 22 جنيه وسجل البذنجان البلدي من 5 إلى 7 جنيه واستقر الفلفل الرومي من 6 إلى 9 جنيه وسجلت أسعار الملوخية من 7 إلى 10 جنيه وفي سوق الفاكهة استقرت أسعار اللمون البلدي من 6 إلى 12 جنيه وتروحت الفراولة من 7 إلى 10 جنيه وسجلت الجواف من 6 إلى 12 جنيه واستقرت أسعار اللومان من 8 إلى 18 جنيه وتروح سعر البرتقال البلدي من 3 جنيه ونص إلى 5 جنيه ونص فيما بلغت أسعار اليوسف من 5 إلى 11 جنيه نهاية النشرة تحياتي دعاء أبو القاسم إلى اللقاء